السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلى الله وسلم وبركاته على سيدنا محمد وعلى الله وصحب الغر المايمين ازايكم مياه السنة تانية عادة دي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنحلمها عبعدة تمرين الوحدة التمنى كلها هتمنى الفيديوهات تكون عجباكم وان شاء الله بازن الله هخلص معاكم المنهج زي ما اتفقنا تمام تعالوا بنا نبدأ نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول عندنا اول حاجة هنبدأ نحلا وهي اااا حل كلمات للدرس الاول والتاني في الوحدة التمنى اول حاجة كده اختيرات بيقول في بعض من الناس بتاكل ايه بين الوجبات الرئيسية يبقى كده هناكول اللي هي الوجبات الصحية الوجبات الخفيفة رقم اتنين البطيخ قلنا عليه فكهة ايه جوسي يعني مليانة ايه مية كده طيب تالتة بيقولك ما تحطش مالح كتير لو سمحت انا ما يحبش الاكل الايه بأكيده السلطي المالح. رقم اربعة انا عندي ايه من الحاجات المسكرة ما بكلهاش ابدا يعني انا عندي حساسية. رقم خمسة ايه ناك والرز وما كنانا بريدين ايه طبعا ايه طاقة. طيب السؤال ده تقرر معنا فيقول عدده والتاني عدده وممكن يخش معك كمان في تالت عدد مهم جدا. اول ما يقولك الاولاد او البنات اللي عمرهم من تلاتاشر لتسعتاشر وانت مغمض على طول يعني مراهق. تمام? طيب. الاكل الايه بيكون يعني حار اللي هو اللي بيكون فيه توابل. تمام يعني حراء بقى ففيه توابل. رقم تمانية في بعض الاماكن الناس بتستعمل بفل الاخضر عشان يعملوا منه ايه اكيد طبعا فلافل. رقم تسعة بيقول هي بتاكل زمك كتير عشان بيساعدها انها تكون ايه اكيد طبعا قوية. رقم عشرة احنا بنساعد ماما ايه بعد الاكل. تمام? واتمنى لو في بنات بتسمعني لازم 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 نساعد مامتنا بعد الفطر ياولاد لازم. الموعين دي لازم نساعد ماما فيها. رقم حداشر بيقول اكل ماما ايه لزيز? انا بحبه جدا يبقى يعني طعمه او مزاقه جميل. رقم اتناشر. الشوكولاتة هي طبعا حلويات مشهورة جدا حول العالم. حاجة حلوة انا اكلها فاق دي معناها كده لزيز. طيب رقم اربعتاشر هو الاكل السريع ايه السهل اللي انا اشتريه او اطبخه. يبقى ده ايه فاست فاود ده. طعمه السريع. ملك اس جود يورتيز. اللبن كويس لازم نلا لما نقول كويس ديه يبقى جود فور. تمام? طيب. بيقول في الصيف الناس او المحلات بتعمل عروض جميلة. طبعا كلمة بتعمل عروض يعني ايه? تمام? طيب. نروح بقى مع بعض كده على حل ايه الامتحان واحد واثنين. تمام? انا هعدي معاكم الليسين. عشان وقت الفيديو يعني لو عايزين انا حلي معاكم اللي هو سؤال الاستماع ده اكتبه في الكومنتات. مش عايزينه خلاص هنكمل زي ما احنا. نروح بقى للمحادسة بتاعتنا. ادي شكل المحادسة. لازم نقرأ السطر بالاسود لو موجود. لانه بيكون في حل للاسئلة اللي تعطيها. لازم لازم يكون في حل لسؤال فيهم. فهنا بيقول ايه ان دينا اور تكن باوت باكيلور سناكس. بيتكلموا على السناكس اللي هي الوجبات الصحية المشهورة. فبتقول لها what's your favorite snack? اه يا دينا ايه السناك المفضل? فققيت لها I like kushiri too. وانا كما بحب الكشري. but I like falafel more. لكن بحب الفلف الاكتر. فسألتها سؤال قلت لها falafel is made of beans and vegetables. قلت لها الفلف المصنوع من الفول والخضروات. سألتها سؤال تاني قلت لها I usually ate it for breakfast. انا دايما باكولها في الفطور او عادة. طيب well what other popular snacks do you like? قلت لها ايه السناكس التانية ممكن تكليها? فمش عارفين قلت لها do you like it? هل بتحبيه? فهترد عليها قلت لها كزا او I like كزا. تمام? فالتنين صحفة. تسهيلا عليكم انا هكتب I like. I like i bak kushiri اللي انها كتبها تحت. فهنكتب I like kushiri. لازم تقرأ المحاسة ما ينفعش تكتب اي حاجة كده وخلاص. لازم تقرأها وبعدين ترجحت حل. قالت لها الفلف المصنوعة من كزا وكزا. يبقى هتقول مصنوعة من A فهتقول لها كزا وكزا. تمام? طيب. بعد كده قالت لها انا دايما بقولها في الفطرة وعادة هتقول لها بتكليها امتى? يبقى امتى دي يعني وين? تروح يشبقى for breakfast دي على طول. هنا ما اديني فعله مساعد لا يمس بس هنا الفعله في المصدر يبقى هنقول لها do. يبقى when do. والآي تتلع you. وبعدين usually. او usually على حسب ما بتسمعها وتاخدها في المدرسة. when do you usually eat? ات. ات. مش اف. اهو. خلاص بتكليها امتى فقيت لها في الفطور. بعد كده قالت لها ايه اللي سنكسر مفضلة? بص كده هي كتبة هنا حواوشي. يبقى هنقول اي. بتكتب هواوشي دي اكتبها هنا اهي. طيب هنا هل بتحب الحاوشي هتقول لها اه. ليه بقى لان هي كتبت هنا ان هو لذيذ. يبقى اكيد بتحبه. لو مش بتحبه مش هتقول عليه لذيذ. فتقول ياس. وتحكس اول كلمتين هتبقى ياس اي دو. تمام? بس كده. تعالوا بقى ناخد الاختيارات. بيقول يو اه يو كوك اه هووشي انضاء. احنا عنده حساسية. مام بتعمل لنا اكل ايه بيخلينه اقوية? يبقى اكيد اكل صحي. تمام? طيب نكمل الامتحان. هنا اه بيقول الناس الرياضيين بيحب بيأكلوا الماكرونة والرزة عشان بيدهم ايه باكيد انرجي. طاقة. بيقول طلاب غابوا النهاردة ده طبعا على الجرمر اللي احنا اخدناه. بالطلاب هنا جامعة. فحاجة عدة بينفعش معها لتل ولا اه ولا ايني. يعني قليل من الطلاب غاب. ما بحبش الاكل الايه دايما بيكون حرق. يبقى الاكل اللي هو مليان توابل. رقم سبعة. احنا ما بنشربش مية البحر اللي انها ايه? سلطي. ملحة. رقم تمانية. اه بنعمل اكل بال سنة. يبقى طبعا تيست. ونتزوق الطانج هنا يعني لسان. لو مش عارفها ترجمها. اه بونز. بيقول للاطفال لازم يشربوا ايه من اللمن? عشان يخليهم اقوياء. طبعا عندك اوف. فمش محتاج انك تفكر. يبقى الله. الله ده هنا مس في وضع. يبقى لازم تختار ايه? تعالي بقى ليلة تحت. ان انت تاكل فاكه كتير لحاجة كويسة. طبعا هنا هتكون تمام? بعد كده طبعا هنا جريبس حاجة تعد فهتكون افي او. هنا بقى will you like to eat fish for lunch? اه هنا انا بعمل عرض واحنا قلنا انت تعمل عرض بايه? بود مش ويل. طيب اه بيقول ان مهر بيأكل طعم ايه? هو عايز باي يخسي. يخسر وزن. lose. lose. what يعني يخسر وزن يعني يخسي. فهيأكل طعم ايه يبقى اكيد قليل? يبقى little. لان كلمة food هنا لا تعد. تمام? في الاخر هتكتب باراجراف عن الاسناك المفضلة وده باراجراف مهم جدا جدا. هتلاقيه في اخر الكتاب. نروح بقى لكلمات الدرسين تلاتة واربعة. بيقول اه مخينا بيتحكم في ايه? يبقى في كل اللي هي اللي هي الحواس. المطعم ده بيقدم فطر وغدا بس يبقى بعد كده بيقول هنعمل البيض يبقى طبعا بيت يعني نخفق او نضرب. تمام? احنا دايما بنكل في غرفة اللي هو غرفة الطعام. بيقول لك اي من انواع الطعام اللي جاية دي ما فيهاش يبقى طبعا الابلز اللي هو التفاح. اللي بنوجبنا المكسرات فيهم ايه? طبعا بريتين. بليز سم تي انتو مي كوب. يعني ايها اصب اللي شايفة الفنجان بتاعي يبقى ببور. وين the the omelette is ready. take it out of the frying. طبعا pan اللي هي الطوصة الالية. بعد كده food is healthy and good for you. وين ايه? الاكل يكون صحي ومفيد لك لما يكون ايه? طبعا فريش لما يكون طوزة. طيب. you should be careful when you use the sharp. بيقول لك خلي بالك وانت بتستخدم الايه السكينة الحد نايف. to drive cars safely you should follow a lot of instructions. عشان نسوء العربية بامان لازم نتبع تعليمات كتير. رقم 13 two means to cook something in hot oil or fat. هي دي فري يعني يقلي. بعد كده رقم 14 products are things made from the milk of a cow. الحاجات اللي هي اللي هي دي ايه? لكن دي هي دايري. اللي المفكرة واليوميات دي احنا مش عايزينها. طيب في سؤالين في الصفحة دي من فوق. دوريان فريوتس are hard and green آآ آآ بيقول ان فاكهة الدوريان آآ لونها يعني صلبة ولونها اخضر من بره. كلمة من بره دي اولاد اللي هي تمام? طيب بعد كده زي كبت the water watermelon square. زي chop. هما بيقطع الwatermelon into squares. كلمة chop into يعني بيقطعها لإيه? لمرباط. تمام? طيب نروح بقى على الامتحان على الدرسين تراتة واربعة ونبدأ بالمحادسة. الديالوج. صورة and a seal are talking about healthy food. صورة واسيل بيتكريموا على الطعم الصحي. فبتقول لها what type is the food should we eat to be healthy? ايه انواع الطعم الصحي المفروض ناكلها? اه وايه انواع الطعم عشان نكون صحيين? اللي ناكلها عشان نكون صحيين? وبعدين في السؤال ده. ردت عليها بعدين سألتها قلت لها because daily products helps us help us to have strong bones. بتقول لها لان منتجات الالبان بتساعدنا ان احنا يكون عبد منها قوي. سألتها تاني قلت لها no sugar is bad for our teeth. لأ السكر ضر لأسناننا. بعدين قلت لها what else should we do to be healthy? نعمل ايه كمان عشان نكون صحيين فمش عارفين قلت لها do you have any other advice for me? هل عندك عندك اي advice مصيحة تانية? طيب ايه انواع الطعم اللي ممكن ناكلها? خلاص هو حددها اللي هي dairy products. فهتقول لها we should eat dairy products. خلاص? لازم ناكل منتجات الايه الالبان. هنا بقى اردت بي بي كوز فهتقول لها why? خلاص? فتبدأ تعمل ايه? why should we eat? يعني هتعكس دي ودي وتنزل باقي تاني هنا. خلاص? why should we eat dairy products? ليه? لازم ناكل منتجات الالبان قتلها عشان بتخلينا عقوياء. هنا بقى سألت آآ سؤال فجوبت عليها بنو فانت هتشيل النو. فيه هنا لأ. فانت هتعمل حركة تانية. احنا لليس او نو بنعكس اول كلمتين. فهقول لها بدل ما sugar is? لا is sugar. هل السكر? هنا بقى باد هتجيب عكسها. ان هنا مجاوبة بنو. فانت هتعكس على طول فهتقول هل السكر مفيد لنا? هتقول لها لا ده دار. يبقى عكس كلمة باد هتكون good for us او for our teeth. ما فيش مشكلة اللي تنزح. تمام? قالت لها ايه? لا ده دار. بعد كده قالت لها ايه? الحاجات اللي ممكن نعمل عشان نكون صحيم فممكن تقول we should eat a lot of fruits. ماسلا. خلاص. ان فيش تقول كتابة بس لا ما عندش مكان. هنا بقى هل ام عندك اي نصائح نصائح تانية اللي هي? فهنقول لها ودي اي نصيحة بقى. يعني تعمل التمرين ايه كتيرة? اي اي حاجة كده لها علاقة بالحاجات الصحية اكتبها مفيش مشكلة. تمام? طيب تعالوا روح للاختيارات. بيقول هنا. عندنا 210 اف جسمنا بونز طبعا يعني عظم. بيقول ان المدرس طلب من التلميذ انهم يطلعوا الكتب بتاعتهم من الشمطة. طبعا هتكون اي تيك اوت يعني يخرج. تمام? طيب يبقى هي هي بيت يخفق. رقم اربعة. انا مش بحب بيت المقلي انا بحبه ايه? يعني مسلوق. خلي بالك منه عشان مهم. انا هحط الاكل فينا عشان يكون بارد. يبقى كده هحط في الفريج اللي هي التلاجة. يبقى مصدر على طول عشان يبقى ما نشربش مشروبات غزية كتير. تمام? او اصلا ما نشربهش. مقاطعة طيب رقم تمانية قالت لها يبقى مين بيقدم الاكل في المطعم? فاحنا اتفقين ان كلمة يقدم يعني طيب اي واحدة من دول مش من منتجات الالبان طبعا الرئيس. يعني ساعدني فينا اشيل الصندوق ده طبعا هنا هتكون لان انا هنا بطلب ايه? اه مساعدة. طيب هنا طبعا هنا عندك فعل امر فهنقول don't boil. بعد كده always to add? لا always add على طول. ضيف. تمام? turn is? لا turn. بعد كده don't hit? no don't hit. خلاص? بعد كده هتكتب ايميل من تسعين كلمة عن ازاي نعمل الاملت وده هتلاقي في اخر الكتب. تمام? نروح بقى الكلمات الدرسين خمسة وستة. اهو عندك صفحة التسعة وتسين. اول حاجة هنا بيقول we have to write. you have to write our end at the end of the paragraph. لازم نكتب ايه في نهاية الparagraph يبقى طبعا conclusion يعني خاتمة. in Egypt we buy roasted sweet at the street. احنا بنشتري ايه المسكرة من الشارع يبقى طبعا potatoes اللي هي البطاطة. doctors always advise people to have diets. يبقى balance diets. نظام غزائي متوازن. listen to quiet music can help you. من حاجة الموسيقى الهادية بتخليني ايه? relax. تمام? طيب رقم خمسة. it wasn't easy for him to join the school team. يبقى athletics team. you should have a or an diet to stay healthy. يبقى balance diet. النظام غزائي متوازن. تمام? الصفحة اللي بعدها. you want to make something for them. not you don't know how to cook. بيقول انت عايز تعملهم حاجة بس للأسف انت عايزهم بتاعش طبخ يبقى unfortunately. take small of food but finish them. قال له خذ كميات صغيرة من الأكل بس خلصوا. يبقى amounts. بس خلصها يعني الكمية دي. هنا بقى my father a small shop in Cairo. he bought it three years ago. طبعا هنا owns يعني امتلك لان هو اشترى. my dad me with a cute puppy. آآ بيقول بابا اهداني او فجأني بكلب صغير يبقى surprise me. I ask the science teacher to the causes of pollution to me. بيقول انا طلبت من المدرسة انشرح لأسباب بالpollution يبقى اكسو plain. رقم اتناشر is a plant that can be green red and yellow. طبعا الpepper. رقم طلعتاشر is a vegetable. with white dark green leaves. يبقى ده spinach. هي السبانخ. our future depends on. كلمة يعتمد على depend on. next Sunday we have a mass test I need to revise. آآ زي كزام يبقى revise for. راجع للامتحان. don't not update. يبقى don't stay update. it's unhealthy. آآ unhealthy habit عادة سيئة جدا. يا رب كلنا نتخلص من الصهر ده. طيب الامتحان بقى على الدرسين خمسة وستن. طبعا هنبدأ باللسن مش هحله معاكم لو عايزينه اكتبوا لي في الكومنتات. مش عايزينه خلاص. هنحل الاختراف. بيقول don't oil more than one time. ما نعملش ايه للزيت الاكتر من المرة. يبقى don't buy it. طبعا مصدر على طول. sugar is bad for your teeth. السكر الكتير سيئ لأسنننا. يبقى هنا لا يعد فهنقول too much sugar. he doesn't have money. هون مش معا اي فلوس. هنا بقى الفلوس آآ لا تعد فهنقول ايه. he doesn't have ما ينفعش many ولا too many ولا افيل. لان الدول كلهم يعدوا. يبقى هناخده نف اللي بتيجي معا ده ومعا ده. رقم اربع. I have two friends. الفرنس تعد وتويج ورها متش او مني يبقى هاختر مني عشان فرنس تعد. is a kind of vegetables. المهم الخضور السبانخ. they have played for long. surely they are not now. هما طبعا طايرد. بيقول هما لعب كتير فكده هما تعبنين. رقم سبعة. we always fry eggs in a pan. احنا دايما بنقل البيت في الطاصة. I don't like food. it's unhealthy. يبقى fast food. I haven't eaten anything. I feel hungry. انا ما كلتش اي حاجة يبقى نجعن. رايزان باستا give us more energy. اللي هو الرز والمكارونا بيدونا طاقة. بعد كده هتكتب عنه healthy food الطعام الصحي ولا برضو هتلاقي في اخر الكتاب. نيجي بقى على حل على الوحدة كلها. بص كده زي ما احنا كده قلبنا الكتاب. الصفحة دي يا ولاد دي اسئلها من جمعها من اختبرات المحافظات بتاع السنين اللي فاتت. تمام? هنا بيقول ايه? there are grapes left. would you like some? في اه عينب يعني ما تساب. محدش اكله مثلا فتاخد شوية. فكلمة grapes هنا من الاسمان التي تعد عشان جمع. يبقى مش تنفع الاتل والا الاتل يبقى افيو. تمام? طيب اه اه احنا ما عندناش اي رز يبقى احنا عايزين رز. طيب يبقى اه 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 طيب كلمة رايز لاتعد ما ينفعش ما عالميني ولا اه ولا صام ما ينفعش ما عندناش بعض الارز لأ فهتكون اناف. والاتل مش هتنفع. ان اه لو هنقول مسلا احنا ما عندناش رز قلالي فحنا عندنا رز كتير لكن هنا احنا ما عندناش رز كفاية. تمام? رقم تلاتة ممكن يكون اخضر واحمل وصف ريبقى ده طبعا اللي هو الفلفل لكن اللي هو الورق. طبعا فلافو. بيقولك هي مش بتاكل باقي اني مش بتاكل اي حاجة هو عنده حساسية من الكيك. طيب الصفحة الجنبها بيقولك كل من كل انواع الطعام يبقى طيبس. احنا قلناك بنات منها عندهم امتين وعشرة ايه? طبعا بونز عدمة. تحالوا بقى لتصحيح الخطأ. اول حاجة بيقول لك. قلتها معلش ايها اكتبها هنا. اول ما تلاقي عين اللي غلط تبقى صام على طول صام تبقى عيني على طول. اهو. زي دونت هاف اه اه لان هنا في هنا في اني بعد كده ادد لأ طبعا اه بعد كده اهو احنا قلنا دي هات. لان بده فعله في المصدر. طب ليه ماني يا ميس عشان بيبول تعال. تمام? هتكون خلاص. بعد كده بيقول لي عشان بيجوارها مصدر. لا ماتش يا باشا. بقيت عشان ده فعله في المصدر. طيب هو بيقول لك هو مش بيأكل اكل كتير عشان هو عايز يخسر اه وزني. هو بيأكل تمام? هو بيأكل طعم قليل. طبعا هنا تعد فهتكون ايه? خلاص. طيب نشوف بقى صفحة اللي وراها. عندنا متحن بقى كامل على الوحدة التمنى. برضو عندك هنا اهو متحن على الوحدة التمنى في لسن هنعديه ونجيب المحاجزة. احمد بيسأل الدكتور عن النظام الصحي الممتاز يعني. قال له ايه افضل طريعا انا اكون صحي. فهيرد عليه. سألو سؤال اه تاكل طعام اه تاكل فكه وخضر كتير. قاله كميسال كذا وكذا. طيب سألو سؤال تاني قاله بيقوله اه ما ينفعش تاكل طعام في اه فات دهون ولا سكر كتير. قاله طب هل اعمل تمرين فهيرد عليه بايه? وقال له شكرا اه للنصيحة بتاعتك. طيب هنا هيقوله افضل طريعة ان انت تاكل طعم صحي انت تكون صحي بانت تاكل طعم صحي. فهنقوله هتنزل ده كله وبعدين تكتب ايز خلاص. بعد كده رح سألو سؤال قاله اه كذا وكذا وكذا فهيقوله مثلا اهو مثلا زي ايه تمام او طيب اه شو ضعي كل ده صح. فبعد كده اه قاله ايه اه ما ينفعش تاكل طعام في دهون وسكر كتير فهيقوله what should i eat what should i eat else. سمعين صوت البومب والديناميت? كل سنة متطيبين يا رب. هنا should i do? طبعا هنا هتبدأ بياس وتعكس اول كلمتين فهنقوله يجب عليك. في الاخر بقى بيقوله thank you. فهيرد يقوله ايه? you are welcome. اهو. بعد كده بقى في قطعة هنا. اه هنبدأ نحل على طول. هو برضو بيتكلم على اه ان احنا ازاي نكون صحيين. تمام? فهنبدأ نحله. ولو في حاجة بيت معنا هنقراه. اول حاجة هنا بيقول people who work for longer hours buy fast food as they have no time to cook طبعا. الناس اللي بتاكل الطعم السريع قصدي ما عندهاش وقت انه يطبخ. طيب كلمة delicious means معنى كلمة لذيذ فهي taste is nice. يعني طعمه حلو. طيب eating healthy food means having healthy. طبعا اه ان انا يكون اكل طعم صحي ده يبقى هو هو ان انا هيكون حياتي صحية وده اول سطر عندك في القطعة. طيب ايه ترجع على ايه? تعالي نشوف كده. هو جايبها هنا. طبعا لما يقول لك كلمة refers to تعود الى فانت لازم تاخد الجملة اللي قبلها. فهنا بيقول من اول فين اهو. هو بتكلم طبعا على الفاست فود التعام السحي فهنبدأ هنا نحل ازاي اول ما يقول لك كلمة refer to هنقول له it refers to fast food. نرجع على الطعم الايه السريع. طيب do you think اه that eating one kind of food is healthy? why why not? طبعا بيقول لك هل تعتقد ان النوع واحد بس من الطعم صحي هنقول له no because لازم بقى هتقول ايوة هتقول ايوة ليه هتقول لا هتقول لا ليه. فهتقول له no because we should eat all kindness of food. لازم ناكل كلها نوع ايه? الطعم. to be healthy. عادي ما فيش مشكلة. تمام? اهو. بعد كده what is the main idea of فاذا بسج العنوان الرئيسي ممكن نقول healthy food. الطعام الصحي. تمام? او how to be. او how to stay healthy. how to stay healthy. ازاي تكون ايه صحي? طب ليه انا كتبت ده? لان هو في بداية القطعة بيتكلم على الطعم الصحي. وبعدين نتكلم على الطعم الايه? الفاست فود. فالعنوان ازاي نكون صحيين. تمام? طيب. تعالوا بقى نشوف الاختيارات. هنا بيقول انا بحب الكيك اللي في ايه? مكسرات. المحتاج ان هو يتقطع لقطعة صغيرة. انا بقدم بقى اه طعام او مشروباتي يبقى. اهيه. تمام? واجبات صحية خفيفة. بنشوف اللي بعد كده. يعني حفز على الطعم بتاعك يبقى في التلاجة. رجم ستة. الفاكهة بتدينا ايه? طبعا بتخلينا اكتف نشطين. طبع النظام زي متوازد. طبعا هنا وده تعبير مع انه في الماضي بس ايه? بقوله لما ايجي اعمل ام بعرض على حاجة الحد. تمام? طيب. طبعا هنا ما تلمسي الالة وديك مبتلة. بحب الشاي بتاعي فيه سكر ايه? يبقى الليتل. لان دي ودي ودي بيجب مع الاسماء اللي تتعد. ودي برضو معادي معادي بس لازم يكون وراها اوف. تمام? طيب اه نحل هتصحيح الخطأ. عندك اين اللي غلط? فعلى طول هتكون لان السؤال هنا بوض. بيجب وراها الفعل في المصدر فهتكون تمام? طيب. هنا اللي كنت بتعد فما ينفعش الليتل فهتكون بعد كده زير ازاي بيقول فيه شيء اه في القبل في انجان ده انا شربت اغلبه يبقى فيه شيء قليل يبقى تمام? بس بعد كده هتكلم عن وده موجود برضو في اخر الكتاب. نروح بقى على امتحان الازهر. ونركز مع بعض عشان السؤال الجديد اللي نزل عليكم في الترتيب. نحل الحدسة بتكون سهلة جدا جدا. مش عارفين. فسألوا سؤال له لان انا ما خلصتش الواجب بتاعي. فسألوا سؤال قال له يا خلال ساعة. لما خلص هكلمك انا مستني مكلمة ده. هنا بقى هيقول له هل انت هتطلع بره فهيقول له. ايام. ليه بقى? فهيقول له عشان ما خلصتش. فهنا هيقول له. ليه? هيقول له عشان ما خلصتش الهمور. فهيقول له هتخلصه امتى? وين? دو. يو. فنش. هتخلصه امتى? فهيقوله بخلال ساعة. طيب. نيجي بقى لسؤال الترتيب هو اللي عند الازهر مش عند العام. هنبدأ نتكلم على الكلمة اللي هتخطها طبعا هنبدأ بها. فهنقول هلسي ايه? يبقى هلسي فود. الطعام الصحي. هنا لا يمعد فأتياخد على طول الفعل الفئاس. يبقى هلسي فود. بيعطينا يعني طاقة. طبعا ده از مفرد. هو نوع. نوع من الكيك. نوع من انواع الكيكات وهو من المغرب. يعني جسم البنات مين? فيه كام? ميتين? اه لا استنى. ونروح نقول ميتين وعشرة. بوينز. ان ذر بادز. دي سرعة اخر كلمة. ايتين بيشتابولز او مول. بيشتابولز. از ذري امبيرتنت. طيب نيجي بقى للاختيارات. مي مزر لايك شجر انتي. نوت ماتش. مش كتير. يبقى حاجة قليلة. يبقى لتل ان الشجر لا يعني. ود يو لايك. يبقى سمع لطول عشان ود. هي جوسي فيها عصورة. مفيدة لنا يبقى سناكس. تمام? وفي الاخر هتكتب خمس جمل عن الطعام الصحي. اخر حاجة معنا اولاد وهو اه برضو امتحان البورسعيد وبيكون كله اختيارات. تمام? هنا بيقول اه ميرا بيتكلم عن الطعام. بقيت لك انا ممكن اسألك بعض الاسئلة فهتقول لها تمام? طيب. بعد كده قيت لها ايه هو طعمك المفضل? هنا بقيت لها اكيد طعمها المفضل هو المكسرات. طيب هتقول لي بقى? بتحب المكسرات? هتقول عشان كزا. فنطس جيف آآ جيف مي انرجي. المكسرات بتديها طاقة. طيب بعدين سألتها سؤال فقالت لها احنا محتاجين الطاقة عشان نعمل كزا كزا. فهتقول لها ليه? احنا محتاجين الطاقة اهي طيب الناحية التانية آآ سألتها سؤال فبتقول لها لازم تاكل طعم صحي فهتقول لها بعدين عندنا تصحيح الخطأ برضو اختيارات. هنا بيقول لك طبعا هنا آآ حاجة عادة فما نفعش معها محتاجين فهتكون آآ لطوف. تمام? طيب we don't like this soup. there is too salt. طبعا هنا الملح لا يعد فهتكون too much. طيب هنا don't add? لا. don't add عشان بيجو رمز د. هنا بقى بيقول آآ عمر doesn't do a lot exercise. طبعا هنا enough exercise. لانا قليتل وليتل ما ينفعش a few. لازم يجي اودها a few. I don't like some sugar in my coffee. انا ما بحبش اي سكر فهنقول اني لان هنا الجملة من فيه. تمام? بس كده الفيديو جديد ان شاء الله هنبدأ في الوحدة التسعة مع بعض بإذن الرحمن. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في الفيديو جديد. وقال لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.